موسيقى العهد الجديد في الرسالة لعفردين بيقول فإذ قد تشارك الأولاد الأولاد اللي هما نحن يعني البشرية الأبناء فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما اللي هو المسيح لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس فيبقى جسد المسيح ودم المسيح زي جسدي ودمي بالضبط تقول لي طيب ما أنت جسدك وارث الفساد اللي فيه آدم هجوبك بقى وأقول لك ما هو يعني إيه التجسد ما هو الفرق بين جسدي وجسد المسيح إن جسد المسيح من لحظة البشارة بالحملة ليس إن الجسد تكون وبعدين حل فيه الكلمة الأذى ليه لا ده هو الكلمة الأذى ليه حل فيه هذا الجسد فيه لحظة البشارة وهو بيتكون لم يكن قد تكون أول خليتين فيه لا لا من اللحظة الأولى للبشارة والجسد اللي مأخوذ من العزراء اتكون على تجسد الكلمة الأذلية وده اللي خلاه جسد إلهي نقي مميز رغم إنه مأخوذ من العزراء ليه بقى تاني لأنه اتكون على تجسد الكلمة الأذلية من لحظة البشارة والبداية دي نمرة واحد نمرة اتنين لما بنقول دم يسوع المسيحي يطارن من كل خطيئة أو الإنجيل يعني بيقول هذا ليس معناه ولا مقصود بيه إن مادة الدم بتاعة المسيح في حد ذاتها هي اللي عملت التطهير ثم المعنى إيه معناه إن سفك دمه هو اللي عمل التطهير ليه سفك دمه هو اللي عمل التطهير وده معنى إن دم يسوع المسيح يطارن من كل خطيئة لأن سفك دمه كان نتيجة إن الشيطان جاي عليه بالموت فهو قبل الموت بس قبل الموت للحظة ليه بقى؟ لأنه هو الحياة المسيح هو الحياة فلما الموت جي عليه الحياة غلبت الموت وهو ده اللي تسبب فيه قيامة المسيح ومن ثم فموجهته للموت هذه وقبوله للموت هذا اللي احنا بنعبر عنه باكلمة سفك دمه هو الذي صانع الغلبة والتطهير والشفاء من بقعة الموت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر